محمد صلاح أسطورة كرة القدم المصرية ولاعب منتخب مصر وقائد منتخب مصر والكابتن حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية والمديل الفني لمنتخب مصر العلاقة دي مفت بقى علاقة حلوة من حيث المبدأ صح؟ يعني هو ده طبيعي أنا عايز بس عشان نفهم الموضوع هي ليه ما تبقاش حلوة؟ هو ليه من قبل ما الكابتن حسام حسن أصلا يمسك ويتقال ده هيروح له وده هيرتصل هو إيه اللي حصل أصلا؟ هو النهاردة ده طبيعي جدا أن أنا كمسؤول أو كأسطورة بطلع في ستوديو تحليلي أيا كان إيه هو بقول القرار اللي بتاخد من محمد صلاح أو حتى من اتحاد الكورة هو قرار خاطئ أنا لو موجود لازم محمد صلاح يفضل موجود تم على الناحية التانية شوف وليد الراجراجي والراجل المزرع واللي بيلعب في بايرنم يونيخ الراجل قعد وقال لك مش مسافر ومكمل فأصبح أن الأمور دي بتحصل في منتخبات تانية واللعبة بتكمل من سنتين مروان مروان جاله صليبي لو أنت فكر في البطولة الأخيرة عشرين واحد وعشرين وجاله صليبي فضل ما يكمل بس بعين عن الحكاية اللي حصلت خاص سعة البطولة ما هي دي ما هي دي دي اللي فتحنا الباب أنا بكلمك على فكرة أنه أنا عجبني أول ما أنت بدأت كده إيه أقصنا ليه عمييني أقول أن فيه أصلا مؤمن ما هم جابوا التصريح بتاعك كابتن كنت أقول لك سبب الناس بتقول إيه ما في مشكلة سبب الناس أن هي بتجيب القصة دي فبتربوا الدب دي فهم ولو ملقوش القصة دي هي اختراهوا حاجة تانية خلي وممكن بالمناسبة يعني لو كابتن حسام حسن وقتها كان مدير فني على كرسي المدير الفني مع منتخب مصر كاس المهم الأفريقية ممكن ما يكونش ده رأيه فيما حدث مع محمد صباح فدائما اللي جوا الحدث غير اللي برا أنا بقول كده دائما يعني عادين هنا ممكن تقول إيه هو ده لعب ليه وده ملعبش ليه ومدير الفني ببعرف لما بتبقى مسؤول للأمور بتختلف ما يا فني بس هولغ على حاجة تانية كويسة اللي انت قلتوا النقطة دي ممكن ما يكونش كلام الكابتن حسام لو هو مسؤول كده وكان ممكن ما يكونش صلاح قرره كان كده وارد كان ممكن يتغير مع الكابتن حسام في النهاية دي كلها حديث لكن مش الشغل الفني وارد يحصل تغير هنا أو تغير هنا ولو اللي اتنين مجتمعين في مكان واحد طيب هو إيه اللي حصل ما بين الاتنين ولا حاجة يعني مثلا كابتن حسن شحات ما كان بتعامل مع ميدو وكان بتعامل مع أبو تريك وكان بتعامل مع أساطير كبيرة مش محمد صلاح لكن ناس قدت للقرى في المصرية كتير جدا ولو حصل مشكلة لأ أنا قلتلك في بداية كلامي أنا حابب أن المكان اللي يكون موجود فيه لعبة منتخب مصر منتخب مصر هو النجم الأوحد زي ما شفنا 2006 زي ما شفنا 2008 زي ما شفنا 2010 إحنا لو قعدنا نعد النجوم هتلاقي اللي بحضاشر اللي بلعبه في الثلاث بطولات دول واللي احتياطي كلهم كان نجوم لكن إنت بتشوف أو فاكر اللقطات بتاعة البطولة بس فهو النجم الأوحد هو اسم منتخب مصر ولا كابتن حسن ولا صلاح فإحنا ليه بنتكلم هو حصل أصلا ما حصلش حاجة فطب ما تسيبوا الأمر تمشي هو اللي يحصل فنيا داخل الملعب أنا عايز أخمل لك في نقطة قويسة قوي فنيا داخل الملعب أغلب المدربين اللي مسكت منتخب مصر بعد الكابتن حسن شحاته وموجود معهم صلاح كان كل الحمل البدني كان على صلاح أنت بتدافع ترمي كل الإسبارتات على صلاح طب هل النهاردة صلاح لو بيهاجم ومعا 3-4 بيهاجمه بطريقة الكابتن حسان هل ده مش هيراح صلاح في الملعب هل ده مش هيدو حلول فنيا في الملعب لصلاح أكيد هيدو حلول فنيا فالرجل بفكرة الهجومي أصلا مفيش لعيب بيعمل كل حاجة لوحده محمد صلاح مش مسي مفيش حد في العالم زي مسي ده اللي ممكن يقدر يعمل كل حاجة لوحده فالنهاردة محمد صلاح محتاج واحد واثنين وثلاثة واربعة يكونوا معا جواد 18 شئ يقدر لعب لهم لكن ملاقيش صلاح هو اللي بيجري لوحده فأصلا فنيا ممكن طريقة الكابتن حسان تيفيد صلاح فإحنا بنعمل أزمة من غير لازمة عجب هكذا كلام ده ها طبعا صحيح كلام حسان ها طبعا